اشتركوا في القناة التي اجمعت على خطورة النظام الايراني وعملياته الاجرامية والارهابية في المنطقة اؤكد ان ايران دولة جارة مهمة وان التعاون بينها وبين دولنا هو في مصلحة المنطقة العلاقات الثنائية بين قطر وايران تنمو وتتطور باستمرار على اساس المصالح المشتركة والجير الحسن لا يخلو اي محفل تحضره قطر خليجيا كان ام عربيا ام دوليا الا وتفاخر مسؤولوها بما يعدونه علاقات طيبة مع دولة يرونها تتصف بالشرف وتعده جميع الدول العربية خيانة صريحة وطعنا بامنها واستقرارها وهذا من ابرز بنود الخلاف الاستراتيجية بين الدول الداعية لمكافحة الارهاب وقطر وتوجهات كلا الطرفين وقطر اليوم لم تعد تخفي هذا التعانق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بينها وبين طهران فتاريخ قطر حافل بالتطابق مع اجندات طهران العدائية في المنطقة والتي عانت منها العديد من الدول العربية وعلى رأسها البحرين فهي ترتكز على دعم الارهابيين والمتطرفين وتوفير الملاذات الامنة لهم علاوة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف اسقاط انظمة الدول العربية وتحقيق اجندات هدامة وما انحياز الدوحة الى طهران منذ بداية ازمتها الا دليل جازم على التنسيق الرفيع بين النظامين وتطابق اهدافهما منذ نحو عقدين من الزمان وهو ما استغله النظام في قطر كادات لزيادة حدة التعنت بل والمجاهرة بذلك بهدف معاندة شقيقاتها في دول الخليج الادلة التي كشفت مؤخرا من خلال تسجيلات اتصالات سرية بين رئيس الحكومة القطرية السابق حمد بن جاسم الثاني واحد الارهابيين في مملكة البحرين وغيرها من الادلة تكشف الدورة المحورية والهدام الذي يلعبه النظام القطري في البحرين والسعودية والامارات ومصر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة وتبين ان كبار المسؤولين في نظام الدوحة ليسوا باكثر من موظفين في الاجهزة الايرانية ينفذون ما تمليه عليهم مطامع طهران في المنطقة ترجمة نانسي قنقر